دعوة ونداء للضمير الإنساني ليقف ويتصدى للمذبحة التي واصل الاحتلال الصهيوني ارتكابها في مدينة غزة هذا ما أطلقه المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج لإيصال صوت المحاصرين في غزة وفعل ما هو مطلوب لإيقاف آلة القتل الصهيونية لكي نلفت انتباه العالم لواقع الواقع الإنساني والحقوق التي يعيشه قتا غزة الدمار والعدوان اللا إنساني الذي نعيشه هناك ويعيشه أهلنا هناك حتى نلفت الانتباه ونحرك المؤسسات الرسمية مؤسسات المجتمع المدني والحركات الشعبية لكي تناصر وترفع صوت الشعب الفلسطيني المحاصر للعالم ولمؤسساتها الرسمية والحكومية وفي هذا المؤتمر شارك مزموعة من الكتاب والمحامين الأتراك الذين أكدوا بدورهم على أن الوحشية التي يمارسها الاحتلال في غزة فاقت كل وصف يمكن للمنطق والعقل البشري تخيله وعليه يجب أن يثبت القانون الدولي فاعليته في حساب المجرم والانتصار للضحية ما يجري حاليا في غزة هو أمر مخالف للمنطق والعقل وفقا للقانون الدولي وعليه يجب أن يتحرك العالم على الفور للتصدي للوحشية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين من قتل للأطفال وقصف للمستشفيات وأماكن العبادة وذلك يتم بدعم الأمريكيين لها وخلص المؤتمر إلى بيان عبر فيه عن ضرورة تحرك كل المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية واستخدام كافة أنواع الضغط لإلزام المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جريئة تنهي المأساة المستمرة في غزة وتجد حلا جذريا للقضية الفلسطينية